اهلا فيكم برج العدراء في قناتي رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية الى اخر الشهر القراءة دائما رح تكون للبرج الشمسي والطمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج العدراء ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهه لطاقتك او قريبا من طاقتك طبعا مثل دائما القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن رح يكون فيه ممكن رسالة بالفيديو او اشي تحس انه انت تنربط فيه او بفيدك فاخد من الفيديو الاشي او من القراءة الاشي اللي ممكن يفيدك ممكن تستفيد منه وترك الاشي اللي ممكن تحسها غير منطبقة او سلبية او يعني مش عم تستفيد منها لانه القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع رح نبلش بطاقتك بعدين طاقة الحبيب او الشيك وشو خطواتكم فيه المستقبل ونصير العلاقة بينكم بعدين ممكن نسحب كروت للتوضيح اذا حسين انه فيه اشي بدنا نوضحه نبلش بكروت النصيحة لبرج العدراء اغلب الابراج اللي عم تساوي لها قراءة عم شوف انها كتير منغلقة على حالها او انت ايضا يبرج العدراء كتير منغلق على حالك هالفترة مش عم تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه كتوم ايضا بدك تحتاج بهالشهر بانك تقيم اولوياتك او اهتماماتك واذا كنت تركت هواية انت بتحبها او تركت اشي انت بتحبه او ارجع للاشي اللي ممكن يحقق لك التوازن بحياتك عم شوف عندك بفرص العمل او في عندك فكرة جديدة او فكرة ابداعية حاليا بدك تشتغل عليها او بهالشهر هو الوقت المناسب انك تشتغل عليها لانه ممكن تحقق اشيات كتير ايجابية وبعدين ممكن تحس انك وصلت الى اكتمال بنفسك من داخل او الى انغلاق كارما بنفسك من داخل اي او اي اشي انت بتسعى او عم تفكر انك تشتغل عليه ابدأ اشتغل فيه لانه عم شوف ويعندك في هالاشي اللي عم تشتغل عليه رح يعود عليك باتمار كتير ايجابية ايضا عم تفكر بشخص او عم تفكر بالماضي او عم تعود بذكريات بالماضي ممكن تكون في يومك يعني عم تفكر باشي بالماضي كاشخاص بالماضي شخص بالماضي في حدا ممكن يعود او في اشي ممكن يرجعلك في هالفترة في وقت انت ممكن مش عم تتوقعه او ممكن ما تتوقع ان ما يصير هالاشي لانه يعني انت مجرد ما انك تفكر باشي معين هاي بتعتبر من طاقة الجذب او ففي اشي عم تفكر فيه رح يعود عليك او رح ترجعلك الطاقة اللي طلعتها بوقت انت مش عم تتوقعه اوكي بالذات اذا حسيت انك ان ضلمت باشي معين او ان ضلمت مع شخص معين او في شخص تركك او قطعت تواصل معك او مش عم تحكيه مع شخص او مشوف انه رح يعود عليك بوقت انت مش متوقعه او في شخص رح يفوت بحياتك بوقت انت مش متوقعه بالنسبه لطاقتك يا برج الاذراء حاليا حاليا عم شوفك مش كتير متمركز عم شوف فيه اشي كتير عم تطلع عليها فيه افكار كتير براسك عم تطلع عليها فيه ايضا عروضك حب عديدة عم تقدم لك اشخاص كتير عم تنحط بطريقك فرص عم تنحط بطريقك وانت عم تفكر اني الافضل منهم لالك عم شوف فيه تفكير ايضا وفيه عندك نية بالحكي او بدك نوع من التواصل مع شخص تواصل سريع بدك تواصل سريع مع شخص مثل ما حكيت لك فيه حدا رح يجي في حياتك بوقت انت غير متوقعه رح يصير فيه تواصل او كليك على طول رح يصير فيه حكي سريع ممكن البرج اللي رح يفوت على حياتك ممكن يكون هوائي ايضا عم شوف انت اللي اللي اكبر من هالشخص او الناضج اكتر من هالشخص ممكن طاقة حبيبك ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي برج ترابي بس بتوقع الطاقة ترابية بكون تكون طاقتك مائي هوائي ممكن عم تتعامل مع برج السرطان ممكن عم تتعامل او اي برج اخر بس يعني في عندك السرطان هون الشخص اللي عم تتعامل معه كتير مركز على الحب كتير مركز عليك انت ايضا لانه في عنده عروض حب عم يحاول يقدمها لالك بيعتبرك سولمة هالشخص عم هو عم يحاول يقدم لالك عرض حب ولكن تتوقع انه من ضمن عدة ورود اجتلك او رح تجيك برج العدراء لانه انت في وضع بدك تختار بما انه الشخص عنده اشي بده يقدمه يعني اشي واحد بده يقدمه كاسد حب كاسد مشاعر اعتراف بالحب تواصل بس انت محوط بكتير اختيارات بدك تختار منها بالنسبه لطاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت في فتر التقدم او بدك عم تشتغل بفتر التقدم عم تحاول تتجنب الدراما او عم تحاول تتجنب الصراع بحياتك لانه عم شوفك بالمستقبل من فترة هدوء رح يعني رح يجيك بالمستقبل رح تمر من فترة هدوء الى فترة مشاحنات بالحكي الى فترة منافسة قوية ايضا لانه او هذا ممكن يكون منافسة بالمجال العملي ممكن يكون بما يخص الفكرة او المشروع اللي انت عم تحاول تقدمه او ممكن يكون حتى بما يخص هالشخص اللي بدو يقدم لك عروض حب ممكن يكون في منافسة ممكن تمر ايضا بمنافسة اشخاص عديدة رح تقدم لك عروض حب في اشخاص ايضا ازا اخترت حبيب او اشي في اشخاص مش رح يعجبها هالاشي رح يكون في منافسة وفي صراع فمن فترة هدوء الامور عندك رح تختلف ورح تتغير بسرعة رح تمر بمرحلة نزاع الى انه عم شوفك انت في هدف براسك او في طاقة تقدم انت يعني مركز على هدف ومركز على اشي معين وما بتوقع رح تأثر عليك هالشوشرات الجانبية لانه انت اللي تطمح له بالاخير هو ثبات التزام ارتباط جاد علاقة جادة بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه ممكن يكون شخص ما عنده صبر كتير لانه عم يحس يعني بالمستقبل عم شوفه عم يحط مجهود ولكن بيحس انه المجهود مش رح يرجع له بالنتيجة اللي هو بده اياها وبينظر للامور او بده الوضع معك يكون في شوي من الصداقة او شوي من العفوية ايضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه اصغر منك بالسن وانت اكبر منه بالسن لانه اوراقه صغيرة فهالشخص بده ممكن يكون مش كتير او انت بتحس انه هو مش كتير جاد بعلاقتكم مع بعض انت كتير متردد بانك تقبل عرض الحب اللي عنده انت بتعرف انه هو عرض حب صادق ولكن بنفس الوقت بتعرف انه هو الشخص ممكن مش كتير تعتمد عليه لانه من النوع اللي بيمل بسرعة او من النوع اللي بيتعب بسرعة ما في عنده الصبر اللي انت موجود عندك او الاستمرارية اللي انت موجود عندك يعني فممكن يكون ايضا برجناري اللي عم تتعامل معه وطاقته كتير او شخص ما بيحب يقعد بمطرح واحد فترة طويلة فانت مع انك بتعرف انه هو مشاعره يعني صادقة الى انك مش متأكد كم رح تدوم هالمشاعر كم حدها شهر شهرين وبعدين الشخص رح يمل رح يقرر انه خلص اذا العلاقه ما كانت لانه هو مبين انه هو بده اشي كتير فن بده اشي دائما يكون مرح دائما يكون فيه احتفالات فعم ينظر الى العلاقه من جهه واحده وانت عم تنظر العلاقه من جهات متعددة اكبر يعني هو عم يشوف الجهه الايجابيه منها وفقط بده الجهه الايجابيه وانت عم تنظر انه هل ممكن هالشخص يستمر معك حتى لو الامور كانت مش منيحه او مش ايجابيه هالمستعد انه يخط مجهود للعلاقه فهي اسئله انت بتسألها لحالك بدنا نسحب كروت توضيحيه نشوف نشوف هالشخص هل رح ياخد خطوه تجاهك او هو لانه في عندك هون برج هوائي وفي عندك برج ناري ايضا فبدنا نشوف البرج الناري هل رح يكون بخطوه تجاهك او هالشخص رح يكون بخطوه تجاهك لانه انت عم شوفك كتير او كتير منطقي بدك اشي ملموس ما بدك اي علاقه عابرة وهالشخص بده يعني بده اشي فن ممكن تكون انت اللي اكبر من هالشخص وهالشخص عم يحس انه غيره مستعد ايضا انه يفوت بعلاقه ايجابيه فهالشخص اوكي الشخص اللي عندك هون بيحس انه اذا اعطاك مشاعره رح يؤثر على وضعه المادي وهو حاليا عم يحاول يبني وضعه المادي اكتر فمشان هيك هو بده الامور تكون بينكم بسيطة او عفوية لانه بيحس هو ايضا هالشخص عنده مخاوف عنده مخاوف من انه اذا اعطى للعلاقة اهتمام كتير عالي او اذا اعطى للعلاقة اعطاك انت وفتح لك قلبه ممكن اذا تركته او اذا فشلت العلاقة رح تأثر على جوانب اخرى من حياته ورح تقدي الى التاور كارل هاي رح تقدي الى رح تنهد الاساسات عنده من ضمنها الامور المادية والامور المادية كتير مهمة عم شوف لها الشخص لانه نغم يحاول يبني حاله فهو مشان هيك غير مستعد توقع هو اصلا ايضا غير مستعد لانه واحدة من الاسباب اللي هو غير مستعد انه هو ماديا عم يحاول يشتغل على حاله اكتر لانه يعطى اهتمامه تام للعلاقة وانت بدك شخصي يعطى اهتمام وتام بالعلاقة طيب بنا نشوف العلاقة بينكم هل رح تنتيه الى ارتباط جدي ممكن يكون مش زواج او خطوبة ولكن هل رح ينتيه الى ارتباط جدي هل هالشخص رح يقرر انه هو بالفعل ينظر الى الامور بطريقة جدية اكتر فخلينا نشوف بالذات اذا هو برج ناري اللي عم تتعامل معه الابراج النارية ما بتحب تنربط بعلاقة او اشي مثل هيك فبدنا نشوف حتى الابراج الهوائية بس الابراج الهوائية عادة بتكون طاقتها شوي اهلا من النارية النارية بتكون طيب فهالشخص رح يختار او رح يقوم بقرار لانه في عندك فرح يصير في حكم بداية عاطفية جديدة فهالشخص اللي منكم اللي مش عم تحكوا مع بعض رح يختار قرار هالشخص بانه يقوم بخطوة تجاهك والغالبية انه شخص اللي رح يجي تجاهك هو برج ناري ممكن يكون في عندك عدة اختيارات ولكن الشخص اللي رح يقوم بالخطوة تجاهك لانه حاليا عم حس انه هو عم يحاول يرتب الامور ما بين وضعه المادي ما بين وضعه العاطفي ولكن هم شوف باخر المطاف الشخص رح يختار قرار بانه يكون معك ايضا ممكن تكون واحدة من الاسباب اللي هو لسه صعب عليك تقرار انه في بينكم بعد بالمسافات لانه جز منت كارت تحكي عن ممكن انت في بلد وهو في بلد اخر ممكن تكونوا كتير بعيدين عن بعض الى انه رح يقوم بقرار هالشخص بانه يجي ناحيتك ممكن يكون حكي ممكن يجي يحكي معك او ممكن يسافر لحتى يشوفك اي كانت طريقة الى انه الهدف منها انه بداية عاطفية جديدة معك ace of cups وهو بده يبدأ صفحة جديدة او بداية عاطفية جديدة وتكون جدية تكون الاساس تبعها او الاساس تبعها استمرارية عم شوف الوضع رح يكون كتير ايجابي في المستقبل على اخر شهد ديسمبر اوكي حبايوي برج العذراء اتمنى القراءة تكون فاتتكم وحبيتوها اذا حبيت القراءة لا تنسى تضحوا لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفك في فيديو القادم شكرا انكم جميعا